موضوع آخر بيتم العمل العليمي من جانب وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الأطراف الصناعية التي يتحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأوصى بأن يكون هناك استفادة من الخبراء الأجانب في هذا الإطار ماذا تفعل وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف التحديد؟ يعني وزارة التضامن الاجتماعي بتهتم اهتمام خاص وتقدر وتثمن الأشخاص ده والإعاقة ونعتبر نفسنا أن نشرف بخدمتهم وبالتعاون معهم من أجل كفالة حقوقهم يمكن في النهضة التي حدثت مؤخرا في موضوع التأهيل وحماية وتمكين الأشخاص ده والإعاقة بدأت مع قانون الإعاقة اللي صدر قانون رقم 10 صدر 2018 لما جي القانون جيب بحقوق كثيرة جدا وإحنا ساهمنا في وضع هذا القانون ونحن نؤمن أن هذه الحقوق هي حق الأشخاص ده والإعاقة ولكن بنبدأ بمن هم أكثر إعاقة أو أشدها يمكن من الفئات اللي بنهتم بها جدا الأشخاص ده والإعاقة الذين تعرضوا لبتر أو لشلال كلي أو نصفي أو أي نوع من الأنواع الإعاقة اللي بتعقهم عن أنهم يخرجوا إلى المجتمع يخرجوا إلى التعليم يدمجوا في سوء العمل إحنا بنشتغل على الطرفين على المدارس مع زملائي في وزارة التربية والتعليم على الدمج وأصلا أيضا التعليم العالي على العمل مع القطاع الحكومي والخاص والتحقق من الخمسة في المية موجودة بس لازم كمان أشتغل على العرض فلازم الأشخاص ده والإعاقة اللي عندهم إعاقات شديدة يخرجوا إلى المدارس وإلى التعليم طب كيف أنهم يخرجوا إذا كان عندهم بعض المعوقات فعشان كده إحنا مهتمين جدا بمجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ولذلك يعني حينما نقشت مع السيد الرئيس الجمهورية يعني يمكن كمان دولة رئيس الوزراء كان شكل لجنة في هذا الشأن ما بين جهات عديدة ولكن الهدف هو أن يكون فيه منظومة واحدة قومية بدل ما يبقى فيه عدة يعني جهات متدخلة في الموضع بالضبط بتدخلة إحنا مش عالفين جودة ليه بتعمله إيه لأن يعني صنع جهاز غلط قد يؤثر على جزء سليم من الشخص المعاق فاللي إحنا بنعمله إن إحنا عايزين نعملها على جودة عالية جدا سيد الرئيس عايز يعملها مصنع عالمي إن شاء الله يعني بتنتج وتصنع أجهزة بمعايير عالمية بتنتج وتصنع مش بس أطراف صناعية كاريسي عنكيز أجهزة شلل أجهزة تقويمية بيتم تعاونها بيتم تفاجه عديفة بالضبط بيتم يعني أخذنا من جهاز المركز التعبية العامة والإحصاء الأعداد المتاحة بنعملنا يعني حطينا مخترح بالشراكة مع شركان أو شريك أساسي موجودة معنا فيه وزارة الدفاع فيه يعني فيه اللجنة الخدمات الطبية وأيضا على رأسيها برضو ورأس الشركان مركز التأهيل والعلاج الطبيعي بالعجوزة اللي هو أصلا أنشأ المصنع جبير جدا موجود حيتم تطوير هذا المصنع والتوسع فيه حاليا إن شاء الله حننزل حملة هذا الأسبوع لأن الراغبين أو اللي عايزين يتقدموا لطلب عمل جهاز تعويدي أو طرف صناعي بيسجل بياناته على استمارة مميكانة أو بيتصل ب150 رقم 150 حتى يعلم إيه هي الجمعية الأقرب ليه فيقدر يسجل بياناته لديها بيتم حصر هؤلاء الأشخاص كلما كان فيه تسجيل أكتر كلما كان لدينا علم أكتر بالأعداد والتوزيع وأنواع الأطراف ثم يعني من شاء الله بيبقى جالي عمل ربط شبكي بيننا وبين مركز تقيل بالعجوزة هم بيطلعوا على هذه البيانات بيعملوا كشف طبي بيصنعوا الأجهزة بيسلموها للشخص وبيدربوها عليها وزارة التضامن بتحصر بتبحث حالة بتتعاون مع جمعيات في ذلك مركز تقيل بيصنع ومعنا طبعا أطراف تانية زي هيئة الشراء الموحد لأن في بعض الأجزاء في هذه الأطراف بتستورد من بلاد متقدمة في هذه الصناعة ترجمة نانسي قنقر